كيليا ماهور برندية تترأس جمعية الطالبة الأفارقة بالجزائر هذه الطالبة لم تشاء الحديث عن ملف الهجرة غير الشرعية دون الحديث عن المقاربة الجزائرية لمحاربة الظاهرة نريد تثمين الجهود التي بذلتها الحكومة الجزائرية لتجنيد الموارد البشرية والمالية والمادية نحس فعلاً أن الجزائر تحمل في قلبها مسألة المهاجرين وتوليها أهمية قصوة هذه النظرة يتقاسمها عديد الخبراء في وقت تبقى النزاعات التي تصطنعها بعض الدول الغربية داخل دول إفريقية أحد أهم مسببات تدفق المهاجرين مسؤولية أوروبا كبيرة نتأسف لعدد ضحايا في الحوض المتوسط وعلى ندري لحد الآن من هم المسؤولون لم يتم تحديد المسؤوليات في وقت قصير سنرفع دعوة قضائية إلى محكمة العدل الدولية لتحديد المسؤوليات بعض الدول الأوروبية هي التي تتحمل هذه المسؤولية لأنه لو لم يكن هناك استعمار لو لم يكن هناك سلب ونهب لثروات القارة الإفريقية لما كانت هناك هذه الظاهرة نزوح المهاجرين لم يثني الجزائر يوما عن الدعوة لحل حالة النزاعات الداخلية دون تدخل أجنبي الجزائر قد متبديل أن تدخلات العسكرية تؤدي الأزمات لا بد إذا في مشاكل تحل محليا من خلال الحوار، من خلال الحل السياسي، ومن خلال التنمية منظمات إفريقية غير حكومية خبراء وتنسيقيات المجتمع المدنية يجمعون على خطورة الهجرة غير الشرعية لكن بالمقابل يدعون إلى ضرورة تنمية الدول ضحية النزاعات بدل تنجيج أوضاعها الداخلية